تابع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع الكوادر الفنية الإجراءات الميدانية لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب المياه وبما يعزز الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح وممتلكات المواطنين في أخطر أزمة يشهد غالعراق منذ سبعين عاماً ووضع محافظ صلاح الدين جميع الدوار في حالة استنفار قصوى ومواصلة العمل بلا توقف في تعزيز المصادات المائية والسدود الترابية بما يؤمن حفظ النهر من الشرقات إلى سامرة علماً إن منسوب المياه لا يزال أعلى من المعدل لكنه تحت السيطرة حسب ما أكرته المصادر الفنية المختصة فيما وجه محافظ صلاح الدين باعتمد كل الوسائل اللازمة ووضع الخطط الميدانية لحماية المواطنين